المتحدة ستزيد عديد قواتها شمال شرق سوريا في خطوة قد ترفع حدة التوتر مع الأطراف الفعالة في سوريا خصوصا تركيا التي تنتقد الدعم الأمريكي المتواصل للأكراد صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تستعد لإرسال نحو 150 جنديا إلى مناطق التهديئة التي تقع على الحدود شمال شرق سوريا بهدف استمرار تسيير دوريات برية مشتركة مع القوات التركية ووفقا للصحيفة فإن لدى الولايات المتحدة في سوريا ما يقرب من ألف جندي أمريكي يشاركون في ملاحقة عناصر داعش تركيا كانت أعلنت عدم رضاها على تسيير الدوريات المشتركة معتبرة الأمر غير كاف وأن أنقر بحاجة إلى استخدام مواردها الخاصة دون الاستعانة بالاستخبارات الأمريكية لتأكيد أمن المنطقة من خطر المسلحين الأكراد إرسال واشنطن قوات إضافية لسوريا يتعارض مع توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده من هناك لكنه تراجع حينها وأعلن الإبقاء على 400 جندي جاسم محسن العربية ترجمة نانسي قنقر